تواصل الدولة نهجا استراتيجيا في قطاع الزراعة من خلال الاهتمام بزراعة مختلف المحاصيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فتورة الاستراد وصولا إلى التصدير في مرحلة لاحقة ومن بين المحاصيل الهامة التي تسعى الدولة للاهتمام بها محصول القطن الذي يشهد رواجا في زراعته بمحافظة القليوبية انطلاقا من أهمية القطن كواحد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للاقتصاد القومي شهدت محافظة القليوبية زيادة المساحات المنزرعة بالقطن في هذا العام عن السنوات الماضية كما شهدت المحافظة لأول مرة استحداث تجربة زراعته بالشتلات عقب زراعة محصول القمح نظرا للتغيرات المناخية ولتوفير الأرض في هذه الفترة لزراعة محصول آخر زراعة القطن بالشتلات اولا انا باستفاد منه استفادة عالية جدا من جميع النواحي اول حاجة انه هو ان انا بزرع محصولين استراتيجي في السنة ان انا بزرعه بعد الامح في شهر 5 وهو بيبقى مزروع انا بزرعه بالبزرة بياخد هو 5 كيلو بزرة بس بيوفر بزرة من الم 30 كيلو انا بزرعهم بالجورة لا انا بزرع 5 كيلو بزرة بس في الصوبة بزرعهم من شهر 3 حتى شهر 5 بعد ما بخلص حصاد الامح بحرة الارض عادي وجهزها للزراعة وبجيب اللي هي بيبقى في حوالي في مزروع في صواني الفل وبجيب وبزرعه محقق انتاجيها الحمد لله بالنسبة لي كانمو عالي جدا تأتي زراعة القطن بالشتلات في اطار اهتمام الدولة بقطاع الزراعة ووضع خطة استراتيجية لرفع كفاءة استغلال الاراضي والمياه حيث تساعد عمليات زراعة القطن بهذه الطريقة في التغلب على مشكلة مواعيد الزراعة ومواجهة الامراض الفطرية التي تصيب القطن في المراحل الاولى للنمو حال زراعاته بالبزرة الإرشاد الزراعة بيقف مع المزارع بيوفر له التقاوي الموصلة بها من كبير وزارة الزراعة البزرة اللي هي جهزة 97 دي حسب السياسة الصنفية اللي حديده الوزارة وبعد كده بنوصي بنعمل الندوات والمدارسة الحقلية بنوصل المزارع اللي هو يحرط الأرض قبل اللي هي خدمة الأرض اللي هي عداد الأرض قبل الزراعة بيحرط الأرض حرتتين متعامدتين لتشميس الأرض وتفتيح الطربة ثم التخطيط قطاع الإرشاد بمدرية الزراعة بمحافظة القليوبية بدوره قام بالتوعية بزراعة محصول القطن وتمت زراعة حوالي 107 أفدنة و20 قيرات على مستوى المحافظة تحط الشتلة عزعناها في الأول ورجعنا رواناها بعدها بشهر فهو صغير بيحتش ورجعنا بعدها خفناه وحطنا كما ونطرات وروين بعد كده بنعطاش تاني 20 يوم 25 يوم تير دلوقتي بنسي كل 15 يوم كل ما بيحفى بيخعوز المياه أكثر التنصيق بين مدرية الزراعة بالقليوبية والإدارات الزراعية للنهوض بمحصول القطن تضمن تنفيذ ندوات عما إرشادية للمزارعين على مستوى المحافظة لاستعراض جميع المعلومات الفنية والزراعية عن زراعة القطن بدءا من تجهيز الأرض وصولا إلى جني المحصول بالإضافة إلى المرور الميدانية على الحقول ومتابعة المحصول لحظة بلحظة ترجمة نانسي قنقر